الكسائي مثال من علماء وفقهاء وقراء وعلماء النحو واللغة في زمان العباسيين كان يعتمد عليه الرشيد كثيرا وهو الذي ربّى الأمين والمأمون معجم الأدباء لياقوت الحموي المتوفى سنة ستمية أو ستة وعشرين للهجرة كتابه المعروف إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب هذا هو الجزء الرابع من طبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 1993 ميلادي بيروت لبنان تحقيق الدكتور إحسان عباس صفحة 1737 رقم الترجمة 753 علي بن حمزة الكسائي صفحة 1739 وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعرابي هذه أسماء معروفة في كتب التعريخ والتراجع وحدث المرزباني فيما رفعه إلى ابن الأعرابي قال كان الكسائي أعلم الناس أعلم الناس في مجال تخصصه في القرآن قراءة وتفسيرا في اللغة والنحو في أمور الدين هذا هو الذي يقصده الأعلى كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه على رهق ما المراد من الرهق؟ الرهق الحمق الخفة العربدة كان عربيدا كان عربيدا لأنه يعاني من حالة انتصاب مستديمة في ذكره هو يقول هو يقول في أشعاره وقال هذا الكلام لمن؟ للخليفة هارون ما قاله لأحد من بسطاء الناس حين قدم شكواً للخليفة هارون قال له من أنه يعاني من حالة انتصاب مستديمة سأقرأ لكم الشكوى كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه عنده عربدة خفة ما هي هذه الخفة؟ كان يديم شرب النبيذ الخمر كان يديم شرب النبيذ وماذا يفعل؟ ويجاهر مجاهرة ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة الغلمان الروقة بالضبط مثل ما حدثنا مرجعنا العظيم محمد سعيد الحبوبي وهذا ديوانه الذي قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقات المتقدمة صفحة ثلاثمائة وأربعين حينما كان يقسم بمؤخرة غلامه الذي يعشقه افتراضا نظريا قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه إنه يذوب في أردافه في مؤخرته قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه إلى آخر أبياته وما مر علينا في القصيدة الكوثرية لرضاء الهندي في الشطر الأول منها وهو يتغزل بغلامه ومعشوقه افتراضا هؤلاء هم الغلمان الروقة الذين كان يعشقهم الكسائي ما هو أيضا الأعلى كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوق واحد يحتيها لله هو صحيح كان عركتي وفرخت لكنه يا جماعة كان ضابطا قارئا ضابطها ضبط إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقة صدوقة هذه الصدوقة من فوق من جو هذا الموضوع يحتاج للمناقشة فهذا هو الكسائي الذي يفتي مراجعنا العظام بأن نقرأ بقراءته في الصلوات الواجبة مع العلم أنهم يجدون الصلاة باطلة بذكر علي الذي يزين صلاة ويزين قراءتها ويطهرها ويطهرنا يطهرنا نحن المصلين حينما نذكر علي فذكر علي طهارة لألسنتنا ولقلوبنا ولعقولنا ولنوايانا ولعواقب أمورنا بحسب بحسب فتاوى المرجع الأعلام السستاني وسائر المراجع العظام فإن الصلوات المفروضة تكون باطلة حينما نذكر أمير المؤمنين فيها وبحسب مراجعنا الكرام فإننا نقرأ بقراءة هذا الفرخش والعرخش والذين يقولون عنه هم هم أصحاب القراءات ما هي القراءات لا علاقة لأهل البيت بها القراءات لسقيفة بني ساعد وهذا من علمائهم صفحة 1747 لازلت أقرأ من الجزء الرابع من معجم الأدباء لياقوت الحموي من مجالسات ثعلب ثعلب هذا العالم النحوي واللغوي المعروف من مجالسات ثعلب وصف ابن الأعراب الكسائي فقال كان أعلم الناس على رهق فيه يريد اتيان ما يكره لماذا من الذي يقول يريد اتيان ما يكره الذين كانوا يتحدثون في مجالس ثعلب ثعلب يقول ويقوت الحموي يقول يريد اتيان ما يكره لأنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلماء من هو هذا الكسائي العظيم هذا الذي اودع هارون عنده ولديه كي يعلمهما وكي يربيهما فانه قد احسن التربية والمثال الامين هذا الكتاب بغية الوعات في طبقات اللغويين والنحات لجلال الدين السيوطي من اشهر علماء سقيفة بني ساعد المتوفى سنة تسعمية وإهدعاش للهجرة هذه الطبعة طبعة المكتبة العصرية صيد بيروت الطبعة الأولى الف واربعمية وسبعة وعشرين هجري قمري الفين وستة ميلادي وهذا هو الجزء الثاني صفحة مية وسبعة وثلاثين رقم الترجمة ألف وسبعمية وواحد إنه علي ابن حمزة الكسائي وقال ابن الأعراب كان الكسائي أعلم الناس ضعب طابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان هذه كتبه كتب علمائهم إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان قلت لكم قبل شويه ودع البزون شحمه فهارون جاء بأولاده وسلمهم إلى هذا الكسائي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين ابن خلكان المتوفى سنة ستمية واحد وثمانين للهجرة هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان تحقيق الدكتور إحسان عباس وهذا هو الجزء الثالث رقم الترجمة أربعمائة وثلاثة وثلاثين وبالمناسبة فإن شمس الدين ابن خلكان من علماء الشوافع ومن قضاتهم لكنه لوطي مشهور مشهور جدا فنحن نقرأ من كتب اللوطيين عن اللوطيين ابن خلكان لوطي مشهور من علماء شوافع ومن القضاة وربما عزل عن القضاء لا لأنه لوطي فقط لأن لواطه قد اشتهر بشكل واضح وإلا فإن القضاة معروف عنهم القضاة المسلمون في الأعمل الأغلب لوطيون الحوادث موجودة في الكتب ويحيى ابن أكثم مثال فهو سيد اللوطيين في زمانه وكان نديماً من ندماء المأمون المأمون حينما سمع بلواطه أرسل عليه فجعله نديماً من ندمائه وجعله قاضي القضاة في الدولة العباسية اللوطية هذا الكلام ما هو كلامي؟ كتب التعريخ شاهدة كتبهم نفس هذه الكتب مشعونة بهذه المعلومات لو كان المقام لتفصيل القول في كل هذا لبصدت القول فيه فهذا الكتاب وفيات الأعيان مؤلفه لوطي شهير وهو يحدثنا عن الأعيان عين من الأعيان الكساء رقم الترجمة أربعمية وثلاثة وثلاثين صفحة ميتين وخمسة وتسعين يحدثنا عن الكساء عن لوطي كبير يقول ويتحدث عن أحد القراء السبعة كان إماماً في النحو واللغة والقراءات إلى أن يقول وكان يؤدب الأمينة ابن هارون الرشيد وكان يؤدب الأمينة ابن هارون الرشيد ويعلمه الأدب ولم يكن له زوجة ولا جارية حينما كان يؤدب الأمين يعلم الأمين الأمين والمأمون هنا لم يشر إلى المأمون لكن هذا الأمر ذكر في كتب وفصادر أخرى فكتب إلى الرشيد يشكو كتب أبياتاً إلى الرشيد من هو الكساء قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي صار فيما بينك وبينه علاقة بحكم أنه صار مربياً لأولاده ما زلت صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي يعني ليس عندي من خادم ولا عندي من دابة أتنقل عليها منذ أن تفرقت لتعليمي الأمين قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليك بحرمة يدلي ما زلت مذ صار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي وعلى فراشي من ينبهني يشير إلى ذكره وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي يريد أن يقول له ما عندي لا من زوجة ولا من جارية ربما هو تهديد مبطن للخليفة من أنني إذا كنت من دون زوجة ولا جارية وهذا منتصب فماذا سأصنع يا أمير المأبونين يا أمير اللوطيين يا هارون ما هو هارون حاله هكذا أيضا وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي أسعى برجل أسعى برجل منه ثالثة يقول أصبحت عندي رجل ثالثة يشير إلى ذكره لأنه في حالة انتصاب دائم أسعى برجل منه ثالثة موفورة مني بلا رجلي وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي يعني إذا صعدت على الدابة فإن ذكري يبقى منتصبا فيكون أمامي وإذا ركبت أكون مرتدفا قدام سرجي راكبا مثلي فمن علي بما يسكنه عني فمن علي بما يسكنه عني وهد الغمد للنصلي فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهام وجارية حسنة بجميع آلاتها وخادم وبرذون بجميع آلته برذون يعني فرس الفرس التركي يقال له برذون البرادين هي الخيول التركية هذا حاله حال الكسائي في حالة انتصاب دائم لذكره فماذا يصنع وهو يعلم أبناء الخليفة قم للمعلم وفه التبجيل هذا المعلم هو قائم وعشياؤه قائمة في معجم الأدباء في الجزء الرابع صفحة 1742 من طبعة المكتبة العصرية التي قرأت منها عليكم قبل قليل حادثة بشكل سريع أنقلها لكم لأن الوقت يجري سريعا أبو نؤاس وهو شاعر اللوطيين ما هم شعراء العباسيين شعراء لواط بشكل عام وعلماؤهم كذلك وخلفاؤهم كذلك العصر العباسي عصر لواطي بامتياز الوقائع لم تنقل إلينا بشكل كامل وتستر على ما تستر عليه ولكن خرج من كل ذلك الكثير والكثير بخصوص الخلفاء بخصوص العلماء والفقهاء بخصوص الشعراء والأدباء خرج الكثير والكثير بين أيدينا موجود إلى الآن أبو نؤاس كان يرغب أن يبوس الأمين لأنه كان من الغلمان الروق الذين يعشقهم الكساء ويعشقهم اللوطيون كالغلمان الذين يتحدث عنهم محمد سعيد الحبوبي وكذلك جعفر الحلي سيد جعفر الحلي رضا الهندي الشعراء الشعبيون الذين قرأت ما قرأت عليكم من دواوينهم هؤلاء هم الغلمان الروق وأبو نؤاس شاعر حاله كحال هؤلاء الشعراء الذين قرأنا ما قرأنا من دواوينهم إنه يعشق الغلمان وهو راغب في الأمين فقال للكساء أريد منك أن تسحل لي أن أمص وأن أقبل خد الأمين حيئ للأمر هذا الذي ذكر هل اتفقوا على شيء آخر نحن لا ندري نبقى بحدود الحكاية المذكورة إني أريد أن أقبل محمدا قبل الكساء خاف من هذا فهدده أبو نؤاس هدده وكتب بيتين أرسلهما إلى الخليفة هارون هكذا قال له قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب السخل هو الحمل ابن الماعز ابن الشات يقال له السخل وللأنثى السخلة قل للإمام أي لهارون قل للإمام جزاك الله صالحة لا تجمع الدهر بين السخل والذيب فالسخل غر يمكن أن يخدع لا زال صغيرا يشير إلى الأمين فالسخل غر وهم الذئب غفلته وهذا الذئب الذي عنده الذي ذكره ينتصب ليلا ونهارا وهم الذئب غفلته والذئب يعلم ما بالسخل من طيب ما فيه من لذة أبو نؤاس دفعها إلى بعض الخدم ليوصلها إلى الرشيد الخادم جاء بها إلى الكساء هذه لو وصل للرشيد يجوز يجوز ينزل الغواير ينزل الغواير على الكساء هذا الخادم جاء بها إلى الكساء لأن الخدم لوطيون أيضا ولوطي يدافع عن لوطي فلما قرأها علم أنه شعر أبي نؤاس واحد يعرف الثاني فقال له ويحك هذا أمر عظيم قال لي أبي نؤاس هذا أمر عظيم سأتلطف لك سأصنع حيلة رتب أمرا وبعد ذلك أبو نؤاس وصل إلى غايته من الأمين أنا لا أريد أن أقرأ التاريخ كله ولكن هكذا كانت تجري الأمور في قصور أمراء المؤمنين وفيما بين شعراء وبين علماء ولهذا حينما قسمت مستويات الشذوذ الجنسي فيما يخص المذهب الطوسي قسمتها وفقا لهذا التقسيم المستوى العقائدي الفكري المستوى الفتوائي المرجعي المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفان المستوى المستوى الواقعي العملي المستوى الاجتماعي المجتمعي هذا كله كان موجودا في الزمن العباسي وهذه أمثلة أمثلة على الخلفاء أمثلة على العلماء أمثلة على الشعراء الحكايات كثيرة في كتب التاريخ والسيار هذه أمثلة سريعة ووجيزة جدا هناك ما هو أقبح وأقبح وأقبح مثلما أنني ما ذكرت لكم الأقبح والأقبح والأقبح بخصوص المذهب الطوسي بقي عندي الكثير صدقوني إذا أردت أن أستمر في الحديث عن هذا الموضوع سأحتاج إلى خمسين حلق ربما وربما أكثر هناك الكثير من المعلومات التي هي أقبح من التي ذكرتها لكنني فلترت هذه المعلومات حاولت أن أنقل ما يكون مناسبا للحرفية الإعلامية وإلا فهناك من قذارات حوزة النجاف وقذارات المرجعية وأولادهم وأصغارهم ووكلائهم ما هو أقبح وأقبح وأقبح لا يكون مناسبا أن ينشر على شاشة التلفزيون إذا وجدت ضرورة فإنني سأنشره على الإنترنت إذا وجدت ضرورة لأنه لا يناسب أن ينشر على شاشة القمر صفحة 1750 في يوم من الأيام كان الكساء يلوط بأحد تلامذته كان يدرس مجموعة من التلاميذ قطعا من أعيان القوم وكان يلوط بتلاميذه حكي عن أنه أقام غلاما ممن عنده في الكتاب وقام يفسق به في مكان الدرس وجاء بعض الكتاب بعض الأشخاص ليسلم عليه فرآه الكساء ولم يره الغلام كان يلوط بأحد تلامذته في المدرسة في مكان الدرس يبدو لم يكن في ذلك المكان إلا الكساء وذلك الغلام فأخذ يلوط به فدخل أحد الأشخاص الكساء رأى ذلك الشخص أما الغلام لأن وجهه كان بعيدا عن الباب ما رأى ذلك الشخص الكساء أخرج ذكره من الغلام وجلس لكن الغلام بقي على حالته لا يدري ماذا يصنع باعتبار أن الكساء لم يكن قد أكمل عمله فبقي الغلام على هيئته ركعا ساجدا كما يقول صفي الدين الحل في قصائده من أنه لا تقترب من المرأة هذا الشاعر الشيعي من علماء الحلة من علماء الحوزة الطوسية لا تقترب من الصبية لأنها تغم السماء برجليها وإنما اقترب وفعل بالغلام لأنه يركع لله ويسجد فبقي هذا الغلام راكعا ساجدا تلاحظون الوحدة المترابطة فيما بين القوم حينما أقول لكم المذهب الطوسي مذهب عباسي قذر هذا الكلام لم يأتي جزافا هذا الكلام نتيجة بحث طويل وتتبع دقيق وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه فرآه الكساء ولم يره الغلام فجلس الكساء في مكانه وبقي الغلام قائما مبهوتا على حاله لا يدري ماذا يصنع لأن الكساء لم يكمل معه هل يبقى أم أن يعود إلى حالته الطبيعية فلما دخل الكاتب قال للكساء ما شأن هذا الغلام بهذه الهيئة قائما قال الكسائي لأن هذا يبدو حاله كحاله له أطون جميعا قال وقع الفعل عليه فانتصب يعني صار منصوبا باعتبار أن الفعل إذا وقع على المفعول فإن المفعول في اللغة العربية سيكون منصوبا قال له وقع الفعل عليه فانتصب هذه الثقافة والأدب العباسي وهذه كتب التأريخ المشرقي للمسلمين تأريخ طايا حظه كتب طايا حظه خلفاء طايا حظه علماء طايا حظه مذاهب طايا حظه وهذا بسبب ابتعادهم عن منهج العترة الطاهرة هناك عترة طاهرة وهناك أمة عاهرة هذه هي الحقيقة من الآخر هناك عترة طاهرة محمد وآل محمد وهناك أمة عاهرة من سقيفة بني ساعد وإلى يومنا هذا وفي الجناحين في جناح سقيفة بني ساعد وفي جناح سقيفة بني طوس نذهب إلى فاصل